اللي بده يقاتل بحرر أرضه أما حماس أنا قناعتي في الموضوع دقيقة معلش قبل ما نحكي أنتو بتكون تحرروا الجولان؟ محق شئ هل نسكت على أرض محتلة يعني؟ بالقتال؟ بكل الوسائل الممكنة إذا صار سلمان أحسن لواء اسكندرون إذا صار سلمان أحسن يعني ما أنها علاقة باللواء اسكندرون عم تقول الأرض محتلة هذه التقسيمات اللي جرت سايس بيكو وتداخلاتها ما هو تبحث عنها البلاد كلها واحدة تركيا وسوريا كلها كان أرض واحدة أما وضع الجولان شكل نحنا اليوم نحكي عن أرض سوريا محتلة نحكي على لواء اسكندرون ونحكي على الجولان من رسم هذه الحدود؟ من قال أنه اللواء اسكندرون تابع لهون ولا تابع لهون؟ نحن؟ ولا سايس بيكو؟ الشعب الموجود فيها سوريا من قال أنه سوريا؟ من قال أنه سوريا؟ من قال أنه سوريا؟ بيحكوا عربي بيحكوا عربي وعيالهم كلها بسوريا كيف قالوا؟ بيكترين تركيا بيحكوا عربي هذا الكلام معلش هذه حدود رسمتها دول السوريا تم حسب في حينها أما أنه أرض محتلة لا لا معلش كنت دائما تتهمون الأسدين حافظ الأسد وبشار الأسد بأنهم باعوا الجولان وباعوا اللواء لأنه صرت قريبين من الأتراك صار صعب هذه القضية تدرس في حينها ما بدي يصير هلأ مشاكل بالله أما الجولان قضية واضحة احتلت حديثة أبس طب وهو نظام هكي بيقول يا أستاذ محمد بيقول أنا هلأ ما أدر حرر الجولان بالرصاص هاي مشكلة يأتي حلها وأحتفظ بحق الرد مشهورة يا الجملة فأنتو عم تعملوا نفس الشيء هلأ ما رد ولا مرة حق الرد فوق القصة الجمهورية ما رد أنا أظن النظام ما عنده نية لتحرير الجولان طيب حكيتوا مع الأتراك بلوا أسكندرون؟ لا هي بده دول هاي وقت بيطلع المجلس نيابي وبيختار حكومة وكذا بتدرس هذا الموضوع هلأ واتبع سيك مواطية حزب ماله شيء كمان هذا بحس الموضوع مع الأتراك كله مع غيرهم هذي تبحث عندما يكون هناك دولة ديمقراطية في حكومة ممثلة من الشعب تبحث كل هذه الخضايا طب الأكراد أين هم بمشروعكم؟ بتآمنوا بأنه من حقهم الانفصال؟ لا مواطنين حكمه ذاتي؟ مواطنين يحضر حقوقهم كاملة الثقافية والاجتماعية وكله جنسيات تعطى لهم ضمن الوطن الواحد وهم موافقين على هذا الكلام موافقين ما يكون في حكم ذاتي؟ موافقين أن يكونوا ضمن الوطن السوء ليش خرجوا من مجلس الوطني؟ ما العلاقة هذة؟ مين خرجوا من مجلس الوطني؟ الأكراد ليسوا على قلب رجل الواحد هذه مجموعة أحزاب إسارية هم اللي خرجوا الأحزاء الغالبية الأكراد في سوريا لا يطالبون بالحكم الذاتي ويبقوا مواطنين لكن يأخذوا حقوقهم من الوطن الواحد إيه بس أنت بتعرفوا عندهم هيدا الحلم إنشاء الدولة الكردية بالنهاية بين إراق وإيران وتركيا وسوريا هذا الموضوع غير مطروح من قبل الأتراك الآن من قبل الأكراد الآن خاصة في سوريا هم موزعين لا تجمعهم منطقة موحدة حتى يطالبوا بحكم ذاتي أو غيره موزعين مختلطة القرى الكردية مع العربية ما في عندهم بيختلفوا عن العراق محمد المير من لبنان يطلب ردكم يقول إن جماعتكم متهمة وبعموم المعارضة حيئة بيقول بأنها وليدة مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تحدث عنه الأمريكيون هل أنتم اليوم حكام الشرق الأوسط الجديد كأخوان مسلمين لسنا حكام الشرق الأوسط فيه في الشرق الأوسط الجديد النهضة في تونس والإخوان في مصر وليبيا ما هو مشروع الشرق الأوسط الجديد حتى نقول إن هذا جزء من الشرق الأوسط الجديد هذه دول قائمة نجحوا بالانتخابات فحكموا يعني كلام هذا ما له طيب هل على كل أحوال الجولان بس بشان اسكر يعني الشباب في عندك عبان الصايغ من العراق وبشير محمد مصطفى من الجزائر هم اللي سألوا على الجولان إن كان بسلاح أم بالتفاوض طيب السوري الحر كمان أسم حركي يطلب منك معرفة مصادر التمويل والأسلحة التي تصلكم أولا لم يصلنا سلاح ثانيا التمويل هو من تبرعاتي أخواني داخل سوريا داخل وخارج وخارج والأغلب بالخارج والداخل هو برد ودعم الجمع في الخارج والدعم للداخل أما إلى الآن ما في دولة قدمت شيء للأخواني حتى مو بس الشباب اليوم الشعب صار على طريقة حكم بكل البلدان اللي صار عليها تعتمد على الغموض تعتمد على الشعارات تعتمد على عدم الوضوح أنتم اليوم كمرشحين جدد لقيادة هذه البلاد يعني بماذا تختلف طريقتكم يعني اليوم أسألك من أين التمويل بتقلي من داخل الجماعة لم نشاهد مثلاً قدم أوراق واضحة وثائق على أنه من أين يأتي التمويل مثل ما نشوفها بالدول الديمقراطية الأخرى هل أنتم اليوم مستعدون أن تكون مثل يحتزى من ناحية الشفافية من ناحية المصداقية يعني هل هذا السؤال عندما تكون دولة يعني برنامجنا وضع أنها دولة ديمقراطية وفي حينها طبعاً ستتمتع الشفافية والوضوح أما الآن جمعيات تعمل فلوس وتبعد وبتدعم الداخل وبتريثه وتعمل إغاثة بدا تعلن يعني ممن أخذته ولمن أعطت يعني أنا ظن هذا الكلام ما ممكن في الصروف أما عندما تستلم دولة طبعاً كله بيكون واضحة عن العراق طب محمد المير من لبنان يطلب ردكم يقول أنه أن جماعتكم متهمة وبعموم المعارضة حقيقة بيقول بأنها وليدة مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تحدث عنه الأمريكيون هل أنتم اليوم حكام الشرق الأوسط الجديد كأخوان مسلمين؟ لسنا حكام الشرق الأوسط كيف شرق الأوسط الجديد؟ النهضة في تونس والأخوان في مصر وليبيا ما هو مشروع الشرق الأوسط الجديد حتى نقول أن هذا جزء من الشرق الأوسط الجديد هذه دول قائمة نجحوا بالانتخابات فحكموا يعني كلام هذا ماله طيب، هلأ أكل أحوال الجولان بس بشان أذكر يعني الشباب في عندك عبان الصايق من العراق وبشير محمد مصطفى من الجزائر هم اللي سألوا على الجولان إن كان بسلاح أم بالتفاوض طيب، السوري الحر كمان أسم حركي يطلب منك معرفة مصادر التمويل والأسلحة التي تصلكم؟ أولاً لم يصلنا سلاح، ثانياً التمويل هو من تبرعات أخواني داخل سوريا؟ داخل وخارج، خارج والأغلب بالخارج والداخل هو بده دعم، الجمع في الخارج والدعم للداخل أما إلى الآن ما في دولة قدمت شيئاً حتى مو بس الجوان، حتى الشعب اليوم الشعب صار على طريقة حكم بكل البلدان اللي صار عليه تعتمد على الغموط، تعتمد على الشعارات، تعتمد على عدم الوضوح أنتم اليوم كمرشحين جدد لقيادة هذه البلاد بماذا تختلف طريقتكم؟ اليوم سألك من أين التمويل؟ تقول لي من داخل الجماعة لم نشاهد مثلاً قدم أوراق واضحة وثائق على أنه من أين يأتي التمويل مثل ما نشوفها بالدول الديمقراطية الأخرى والدان هل أنتم اليوم مستعدون أن تكونوا مثل يحتزى من ناحية الشفافية، من ناحية المصداقية؟ يعني هل هذا السؤال عندما تكون دولة يعني برنامجنا واضح أنها دولة دمقراطية وفي حينها طبعاً ستتمتع بالشفافية والوضوح أما الآن جمعيات تتلمي فلوس وبتبعث وبتدعم الداخل وبتغيثوا بتعمل إغاثة بدها تعلن ممن أخذت وليمن أعطت يعني أنا أظن هذا الكلام ما ممكن في هذه الصورة أما عندما تستلم دولة طبعاً كله بديكم واضح